بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس العلمي أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات ودرسنا هو تكملة لدرس الماضيات اللي بدينا بيها نحل تمارين أربع واحد المتعلقة بموضوع القطوع المخروطية والقطع المخروطي اليوم هو الدائرة اللي بدينا نشتغل عليه في هذه السنة إن شاء الله الله يوفقكم وتشتازون المرحلة الخامس بنجاح متفوق وتندارون تكملون بقية القطوع إذا الله خلا طيبين تشوفوها أيضا حليكم ياها القطوع المخروطية الأخرى بس اليوم نحن راح نكمل نشوف مهاراتنا بالدائرة وصلنا إلى السؤال السابع السؤال سبعة السؤال سبعة يقول جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطة سالة ثلاثة وستة وتمس المحورين الإحداثيين نشوف هذا السؤال نقرأ السؤال جد معادلة الدائرة طيب سبقوا تكلمنا بهذا الموضوع قلنا من يقول جد معادلة الدائرة غير شي يحتاج حتى نوجد معادلة نحتاج إلى مركز ونحتاج إلى شنو نصف قطر هذا مهم جدا جد معادة الدائرة التي تمر بالنقطة سالة ثلاثة وستة ما دام دائرة تمر بالنقطة معناتها هذه النقطة تحقق معادلة الدائرة طيب وبها شرط آخر الدائرة وتمس المحورين الإحداثيين الدائرة تمس المحورين وتمر بهذه النقطة طيب نرسم من يعني أنا لازم أحدد الربع ما دام تمس المحورين معناتها بما أنه يعني الحل نحن حتى بما أن الدائرة تمس المحورين معناتها R يساولنا مطلق H ويساولنا مطلق شنو K هذه لما الدائرة تمس المحورين تمس المحورين وتمر بالنقطة سالبة ثلاثة وستة يعني لو نرسم فترسم بسيط هذا مستوى الإحداثيات النقطة سالبة ثلاثة وستة هاي سالبة ثلاثة وستة هاي الدائرة هاي النقطة معناتها هاي النقطة معناها معناها بما أن نقول هاي النقطة هي سالب 3 6 بما أن الدائرة تمر بالنقطة سالب 3 و 6 إذن الدائرة تقع في الربع الثاني الدائرة تمس المحوري إذن تقع فيه واحد من الأربع الأربع تمر بهذه النقطة إذن الدائرة تقع بالربع الثاني إذن س المركز رح يساوينا سالب R بR إذن المعادلة رح يصير X ناقص R ساعد R لكل تربيع زاعد Y ناقص K R دعنا نكتبها X ناقص H لكل تربيع زاعد Y ناقص K لكل تربيع ساوينا R تربيع هذه المعادلة القياسية للدائرة نصف القطور المركز صار R و R نصف القطور إذن رح يصير X ناقصا ساعدا R لكل تربيع زاعدا Y ناقصا R لكل تربيع يساوينا R تربيع الدائرة تمر بالنقطة سالب 3 و 6 الدائرة تمر بالنقطة سالب 3 و 6 إذن النقطة سالب 3 و 6 شبهة تحقق معادلة الدائرة رح نعوض سالب 3 و 6 بهذه المعادلة لما الدائرة X سالب 3 زاعدا R لكل تربيع زاعدا Y رح يصير لدي 6 ناقصا R كل تربيع يساوينا R تربيع هذه معادلة بها متغير واحد ببساطة شديدة أنا أعرف أحلها وأنتو أيضا تعرفون حلوه يعني أقول أنا يعني حضراتكم ولدي وبناتي كلكم تعرفون تحلون هاي معادلات بتغير واحد نفتح هذا كما فكوك شي يصير مربع الأول سالب في الموجب ضعف الأول في الثاني دائما موجب مربع الحد الثاني فتحنا هذا المربع الكامل الأول زاعدا مربع الحد هذا الأول 36 ناقص معاش R زاعدا R تربيع يساوينا R تربيع نجمع الحدود المشابهة والرتب المعادلة مالتنا ببساطة شديدة R تربيع بهالطرف ويه R تربيع من هالطرف هذا راح نجي هنا شاحب قاعدين R تربيع ناقص 6R وناقص 12R ناقص 18R تسعة وستة وثلاثين زاعدا 40 45 يساوينا صفر لاحظوا هذه راحت R تربيع ناقص 6 وناقص 12 ناقص 18 تسعة وثلاثين خمسة وربعين صارت عدي معادلة بسيطة من الدرجة الثانية سبق وانتعلمنا شون نحلها بالصف الثالث المتوسط وبالرابع اكتسبة مهارة عالية اذا نحلها بالتجربة هذه R تربيع جاينا من R في R زاعد إشارة الأخيرة اذا تكون إشارات داخل أقواس مثل إشارة الحد الوسط 45 عددية حاصل ضربهم 45 ومجموحهم يساوينا 18 اللي هما نقدر نقول 3 15 ناقص 3R ناقص 15R ناقص 18 ونضربهم يطلع لنا 45 أما R ناقص 3 يساوي 0 هذا يؤدي لي لأنه R شي يساوي لنا 3 زي R طلعت 3 اذا المركز سيش راح يساوي لنا سالب 3 و3 إذا المعادلة لما نهنانا سيصير X زاعد لنا 3 لكل تربيع زاعد Y ناقص 3 لكل تربيع يساوي لنا شقد 9 وحدة هذا أما أو هذه معادة دائرة أو شراح يصير R ناقص 15 يساوي لنا 0 هذا يؤدي لي لأنه R شي يساوي لنا 15 وحدة بصفر قطر إذن المركز شراح يساوي لنا نحن قلنا سالب R بR يعني سالب 15 ب15 إذن المعادلة شراح يصير X زاعد لنا 15 كل تربيع زاعد لنا ناقص لنا 15 كل تربيع يساوي لنا 15 تربيع ويساوي لنا 225 لو هذه معادلة الدائرة احتماليا لو هذه هي معادلة الدائرة ببساطة شديدة ونكون حلينا السؤال السابع الآن يا شباب رح نشوف السؤال الثامن عندنا شي يقول السؤال الثمانية جد معادلة الدائرة التي نصف قطرها خمس وحدات وتمس المحورين الإحداثيين والواقعة أولاً في الربع الثاني ثانياً في الربع الرابع ثالثاً في الربع الأول نقرأ هذا السؤال يا شباب احنا ياكم المطلوب من عندنا إيجاد معادلة الدائرة ومثل ما تكلمنا وياكم ولا تنسون ما دام يقول لي جد معادلة دائرة شا ندور على مركز ونصف قطر جد معادلة نصف قطر خمس وحدات أوكي مطيني R خمس وحدات وتمس المحورين الدائرة نصف قطرها R وتمس المحورين الإحداثيين والواقعة أولاً في الربع الثاني أو الربع الثالث فنقول الحل بما أن الدائرة تمس المحورين هو قاعد لي دائرة مثل المحورين إذن R يساوي لنا مطلق H ويساوي لنا مطلق كي هذا أساس نحتمل عليه R رح يساوي للمطلق H ويساوي لنا مطلق K بس من تقع في الربع الثاني إلى شروط هنا أنا أولاً الدائرة هو قاعد لي تقع في الربع الثاني في الربع الثاني يعني C رح يساوي لنا شنو سالب R بR و زي بما أن R يساوي لنا خمس وحدات هو قاعد لي إذن المركز رح يساوي لنا سالب خمسة وش قد خمسة المعادرة الشيء حصير X ناقصاً H لكل تربية زاداً Y ناقصاً K كل تربية يساوي لنا R تربية إذن X ناقصاً خمسة سالب زاداً خمسة لكل تربية زاداً Y ناقص خمسة لكل تربية يساوي لنا خمسة وعشر هذه معادرة الدائرة التي تقع بالربع الثاني وتمثل محورين والتي نصف قطرها يساوي لنا خمس وحدات هذه هل سنجعل ثانياً 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 اشي يقول لي في الربع الرابع في الربع الرابع الدائرة التي تمثل محورين وتقع في الربع الرابع معناها المركز مالتها سيساوي لنا R بسالب R وعدنا R شي يساوي نحن مالتها هو ثابت خمسة إذن المركز سيساوي لنا خمسة وسالب خمسة وبالتالي سيصير معادلة عدي X ناقص R لكل تربية زاعداً Y زاعداً R كل تربية يساوي لنا R تربية نجي نعوب X ناقص خمسة لكل تربية زاعداً Y زاعداً خمسة كل تربية يساوي لنا هذه معادلة الدارة اللي تقع في الربع الرابع وتمثل محورين ونصف قطرها يساوي لنا خمس وحدات ببساطة شديدة نشوف الاحتمال الثالث ثالثاً بالمناسبة يا شباب يعني هاي الأسئلة ممكن يجيك واحد من الأربع بس نحن نريد نخليك تكتسب المهارة فقط في هذا الشغل في الربع الأول في الربع الأول نقول له الدائرة التي تمس المحورين وتقع في الربع الأول مركز هاي راح يصير R بR وبما أنه R يساوي أني خمس وحدات هو مطينيها خمس وحدات إذن مركز راح يساوي أني خمسة بخمسة إذن المعادلة X ناقص R كل تربيع زاد Y ناقص R كل تربيع يساوي أن R تربيع X ناقص خمسة كل تربيع زاد Y ناقص خمسة كل تربيع يساوي أن خمس وعشرين هذه هي معادلة الدائرة التي تمس المحورين وتقع في الربع الأول لاحظوا فروقات بسيطة بين كل معادلة ومعادلة أخرى شوف السؤال التاسع سؤال تسعة بسيط جدا سؤال التاسع يقول أكتب المعادلة العامة للدائرة أكتب المعادلة العامة للدائرة التي مركزها سي سي سال ثلاثة ونصف قطرها أربع وحدة هنا في هذا السؤال يا شباب يقول أكتب المعادلة ما دام يقول لي جيد معادلة الدائرة ما دام يقول لي جيد معادلة أنا أبحث عن مركز خطر مطيني مركز مطيني خطر بس شري المعادلة العامة للدائرة فلا تقدر تسويها مباشرة وتقدر تكتبها بالقياسية وتفتحها وراح نسوي كياه فنقول المعادلة القياسية بما أنه المركز نين وسائل بثلاثة وار يساوي نشقد أربع إذا المعادلة سيصير اكس ناقص اتش كل تربيع زاعدا واي ناقص ك كل تربيع يساوي ناقص اكس ناقص اثنين كل تربيع زاعدا واي ناقص زاعدا ثلاثة لكل تربيع يساوي ستة عشر هذه معادلة دائرة بالصيغة القياسية هذه هذه معادلة دائرة بالصيغة القياسية بس انتبه يريدها بالصيغة العامة يعني نعم هو سؤال مباشر بسيط بس ريدك تنتبه يريدها بسيط حتى ناقص تبهى بالصيغة العامة هذا مو هو المطل لازم نفتح هذا الأقواس شون نفتح مربع الأول موجة في السالب اثنين في الأول في الثاني 4X دائما موجة مربع الحد الثاني يساوي 4 نفتح هذا زاد Y تربيع موجة في الموجة اثنين في الأول في الثاني 6Y زاد 9 وانقل 16 سالب 16 يساوي 0 ارتب المعادلة هذه ببساطة شديدة ارتبها X تربيع زاد Y تربيع ناقص 4X زاد 6Y 4 13 ناقص 3 يساوي 0 هذه المعادلة العامة للدائرة بالصيغة العامة كتبناها ببساطة شديدة وبسهولة حدنا وقت جاي الآن رح ناخذ السؤال الآخر يا شباب اخذنا شفنا هذه تقريبا معظم الأسئلة كانت تشتغل على إيجاد معادلة بال يعني مطيل المركز أو تمس الآن رح نشوف السؤال العاشر يا شباب سؤال عشرة يقول جد معادلة الدائرة جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين تين P1 3 سالب 1 و P2 5 1 و يقع مركزها على محور السيناء هذا السؤال مثل هيت سألة احنا تمرنا عليها من كنا نشرح الموضوع والمطوب منعدي مثل ما قلت إيجاد معادة دائرة إذا ندور عن مركز خطو ويقع مركزها قايل لي ويقع مركزها على محور السيناء فنقول بما أن مركز الدائرة على محور السيناء والمركز هو H و K إذن C سي 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 H و 0 هذا هو المركز طيب إذن المعادلة الدائرة إذن معادلة الدائرة سي 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 X ناقص H كل تربيع زاد Y ناقص K كل تربيع يسي R تربيع حال المعادلة القياسية للدائرة مثل ما كنا نعرف له طيب H بصفر يعني X ناقص H لكل تربيع زاد صفر هذا يعني Y تربيع يساوي R تربيع هذا هي البساطة شديدة جد معادلة الدائرة تمر بالنقط يعني كل واحدة من ذن النقط تحقق معادلة الدائرة فنقول بما أن الدائرة تمر بالنقط P1 زاد H تربيع زاد 1 يساوينا R تربيع 10 ناقص 6 H زاد H تربيع يساوينا R تربيع هذه معادلة رقم 1 نفس الشي رح نطبق مرة ثانية وين لمن مر بالنقط P2 فنقول لأيوان بما أن الدائرة تمر بالنقط P2 اللي هو 5 و1 إذن النقط P2 اللي هي 5 و1 أيضا تحقق معادلة الدائرة وينها معادلة هذه معادلة إذن شو حصد عدي 5 ناقص H لكل تربيع زاد Y 1 لكل تربيع ساوينا R تربيع نفتحها 25 ناقص 10 H زاد H تربيع زاد 1 يساوينا R تربيع 26 ناقص 10 H زاد H تربيع يساوينا R تربيع هذه معادلة 2 معادلة 1 معادلة 2 لدائرة وحدة لأنه رصب R تربيع يعني معادلة رقم 1 تساوي معادلة رقم 2 ويساوي R تربيع إذن ما سيساوينا هذا نقدر نقول 26 ناقص 10 H زاد H تربيع سيساوي 10 ناقص 6 H زاد H تربيع H تربيع ننقل معلوم في جهة ناقص 10 H زاد 6 H يساوينا 10 ناقص 26 ناقص 4 H يساوينا ناقص 16 إذن H يساوينا 4 H هو المركز إذن مركز الدائرة الدائرة راح يصير عدي 4 وش قد وصفر نعوض ها عوضها بالمعادلة إذن شي صار لدي X ناقص 4 لكل تربيع بالمعادلة رقم 1 عوضها بالمعادلة رقم 1 اللي يصير 10 ناقص 6 في 4 زاد 16 يساوينا R تربيع إذن 10 ناقص 24 زاد 16 يساوي R تربيع 26 إلى 2 R تربيع يساوي 2 إذن راح يصير معادلة X ناقص 4 لكل تربيع زاد Y تربيع يساوي 2 هذه معادلة الدائرة بوساطة شديدة اللي تمر بالنقطين ومركزها يقع على محور شنو السينات أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس العلمي هذا ما سمح بي وقت الدرس لهذا اليوم نأمل أن نلتق بكم في درس قادم جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر